تتنفس السويس الصعداء بعد انها بحرت سفينة ايفرغرين بنجاح بعد جنوح اوقف عدد الزمن بالعقد البحرية ل367 سفينة شاحنة للبضائع 6 ايام و7 ليالي تصدرت السويس اهمية عالمية وتسببت بازمة كذلك تعطلت الملاحة لكن مخاوف التأثر الاقتصادي بعد انتهاء ازمتها قد يرتفع او يتعمق رست السفينة في البحيرات المرة بمدينة الاسماعيلية في قلب البساطة الريفية تظهر عملقة اكبر السفن العالمية لكن امام البنمية العملاقة صمد الريف بانجاز مصري ونجاح باهر في انقاذ السويس الذي حفره المصريون بايديهم خسائر تقدر بحسب مختصين ب24 مليون دولار الجنوح المفاجئ والصعب فتح ابواب التساؤلات تمهيدا لتحقيقات من منظمة البحرية الدولية بحسب موقع الويز ليست مدير السفينة ارجع الحادث الى الرياح التي هبت لكن حسابات الويز ليست تشير الان سرعة الرياح وقت وقوع الحادث كانت حوالي 30 عقدة وان قواعد الملاحة تسمح لسفينة بهذا الحجم بالابحاري في ظل هذه الظروف اول السفن التي تنفست الصعضاء كانت تلك المحملة بالماشية للاردن والسعودية لكن قدرت النفقات اليومية بين 10 الاف الى 15 الف دولار لكل سفينة وشمل ذلك ناقلات النفط وكانت اكثر من 400 سفينة تنتظر المرور من قناة السويس بعد تعطل حركة الملاحة بها لم يكن الخطأ من هيئة السويس لكن المصريين نجحوا وسجلوا بصمة تاريخية جديدة في انجاز السويس العربية وفتح البحر امام الغوص في مشاريع مصرية جديدة لتحسين اكثر قنوات العالم المائية اهمية للشرق الاوسط والعالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة